طيب اجازة لعبة السنة او game of the years او المختصر قوتي اجازة اللي بتنعطى كل سنة للعبة من الالعاب اللي صدرت بنفس السنة اللي برأي نقاضهم كانت افضل من غيرها من الالعاب بدون تدخل فلوح الموضوع على ذنبتهم عشان هيك خليك ما انا حتى تعرف لعبة السنوات السابقة لا مش زابطة هيك العاب السنين الماضية برضو مش زابطة المهم راح نكمل الفيديو يلا السلام عليكم و ايا اهلا وسهلا فيكم في مقطع فيديو جديد قبل نبدأ بالالعاب خلينا نذكركم انه في اكثر من موقع و شركة و خدمات بتقدم جازة لعبة السنة يا اخي حتى ياهو حتى ياهو بقدموا هاي الجائزة فهي الالعاب اللي احنا رح نحكيها هي الالعاب المختارة من the game of the years لهم الاشهر بهيك مجال ونبدأ مع اول لعبة اخذت هاي الجائزة بسنة 2003 وهي لعبة ميدان NFL 2004 اللي هي عبارة عن كرت قدم امريكية اللي كلها ضربوا مهاوشة و الى 2003 بنروح ل 2004 مع لعبتي لوكتها كانت حاصري للبلساتشن 2 ببدأيتها لمدة 6 شهر قابلة تصدر على البيسي او على الاكس بوكس طبيعي جراند سندرياس كيفما توخذوا الجائزة السنة و عام 2005 ربحت معنا جائزة هي لعبة resident evil 4 اللي كانت موجودة على كل من بلاستاشن 2 و الجيمكيوب و الانتقال لسنة 2006 مع جزء ربع من The Elder Scroll اللي كان بعنوان Oblivion اللي كانت حصرية على Xbox 360 و PC انتقال لسنة 2007 اللي كان برضو عندنا لعبة بايو شاك اللي هي حصرية لل Xbox 360 و PC و الالفين الثمانية رجعت سلسلة حرام السيارات او في رواية اخرى Grand او في رواية اخرى GTA بجزءها الرابع بعدها بنروح لسنة 2009 والليعب اللي اخذت جائزة لعبة السنة كانت لعبة Incharted حصية البلايستيشن 3 بعد الالفين وتسعة اجينا بالالفين و عشرة ورجعت روكستار مرة ثانية و اختط لقى بلعبة السنة للمرة الثالثة او الرابعة بتاريخها مش عارفين مع علمت Red Dead Redemption اللي كانت موجودة على البلايستيشن 3 والإكس بوكس 360 و الى 2011 بتروح الجائزة للعبة The Elder Scroll اللي كانت بعنوان Skyrim سنة 2012 رحت الجائزة لها The Walking Dead اللي كانت موجودة على كل المنصات حرفيا كانت موجودة على بي سي على بلايستيشن على اكس بوكس يا اخي حتى موجودة على الجوارات تخير لوي وبنرجع سنة 2013 مع الجزء الجديد من لعبة Grand Theft Auto اللي كانت بعنوان Five اللي زي ما كنا بنذكر كانت للعبة حصرية على الاجهزة الكونسول باديها انطلقت للبي سي و شوفنا قراد الحياة الواقعية في سنة 2014 اخذت الجائزة لعبة The Dragon Age اللي كانت بتوفر على كل منصات وقتها و من 2014 بتروح لسنة 2015 مع اللعبة الاسطورية The Witcher 3 Wild Hunt و لو وصلت الى هون فواضح ان الفيديو عاشبك ما رح تخسر اشي اذا ضغطت على زر لايك واشتراك بالقناة ويرانا نكمل بالفيديو و 2016 اول ظهور لأول لعبة اونلاين بجائزة لعبة السنة كانت من نصيب لعبة Overwatch و بال2017 بترجع لنا شركة نندندو بعد اخر ظهور لها بسنة 2005 بجزء الجديد من اللعبة The Legend of Zelda اللي كان بنوان Breath of the Wild لتأخذ لعبة السنة لسنة 2017 و انتقال لسنة 2018 اللي كانت لنا لعبة God for 4 حصرية البلاستيشن 4 و اكيد كنا عارفين ان لسنة 2017 الجائزة راحت للعبة سكايرم وتعالى اعطيكم شوة احصائيات عن الجائزة اكتر شركة حصلت على جائزة لعبة السنة كانت هي روكستار بمجموعة 4 العاب اللي هم جتي اي سلاندرياس و جتي اي فور و جتي اي فايف باضافة لردد رديمشن بعدها عنا باثيزدة مع جزئي من The Elder Scroll اما بالنسبة لأكتر جهاز اللي كانت موجود علي لعبة السنة اللي هو البي سي بمجموع 10 العاب بعدها بيكون عنا الاكس بوكس 360 بمجموع 8 العاب و البلاستيشن 3 بمجموع 7 العاب اشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس وعلى السلامة